تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد تظاهر عدد من المعلمات والطالبات أمام مكتب التربية والتعليم ببدينة تعز للمطالبة بإعلان شهر رمضان إجازة في كافة المدارس ودعت المتظاهرات مكتب التربية إلى الاستجابة لهذه المطالب باعتبار رمضان شهر عبادة ويشك على الكثير الجمع بين التعليم ومتطلبات المنزل خلال الشهر الفضيل وتعد هذه الوقفة هي الثانية وتأتي تزامنا مع بدء الجدول الدراسي للعام الجديد خرجنا اليوم لنطالب بعدم الدراسة برمضان أو الاختبارات برمضان لأنه بصراحة هذا القرار ظالم جدا جدا لأنه ككل أولا قبل ما كنوا مدرسة كولية أمر يعني برمضان هو مرس بالسنة رمضان كيف نصلي كيف نذكر الله كيف نقوم بمهارنا بداخل البيت ترجمة نانسي قنقر